سؤال من صهر عندها 22 سنة وعندها 25 كيلو زيادة ايزا تعرف تتصرف يوم ازاي؟ تمام هو امكان في السن الصغير ده وقت ما بنحبش نميل قوي لتحويل المصار بيبقى انسب لها البلون او التكميم بنقول برضو الفكرة بتاعت كله حاجة ببساطة كده البلون هي حاجة بتتحطها جوه المياه ده بالمنظر مش عملية هي منظر جهاز هضمي يعني منظر من الفم ببنج خفيف بتتحط وبنسيبها 6 شهور او 9 شهور بحيث انها كأن المريض واكل اكلت قيلة طول ال 6 شهور دول بيبقى اكله قيل يقدر في خلال ال 6 شهور دول انه هو يخس الـ 20 كيلو او الـ 25 كيلو لا بتتكلم عليهم دول المشكلة دايما فيما بعد شيلها ايه ما دايش نسير البلونة على طول لازم بنشيلها بعد 6 شهور او ماكسل من 9 شهور فيما بعد شيلها بنحتاج ان المريض يبقى عنده ارادة قوية انه هو يحافظ على الوزن اللي وصله ما ترجعش ان هي بقى تكون زيادة كاملة ما فيش حاجة تقدر تعمل عليها كنترول بعد ما تشيل البلونة ما دي بتبقى مهمة جدا التكميمة ببساطة اللي هي قص المعدة او احنا احنا بنشيل اه مش جزء بنشيل تقريبا 30% او 80% كمان من المعدة دي عملية منظر البطن يعني الناس بتلقبط من منظر جهاز هادمي ومنظر البطن منظر الجهاز الهادمي اللي هو منظر بيدخل من الفم دي عملية منظر الجراحي اللي هو منظر البطن دي عملية فتحات صغيرة في البطن خمس فتحات صغيرة كلهم اكبر واحدة فيهم سنتي فيش علامات يعني بعد لا مفيش علامات ومفيش فتح بطنه والحركة بعد العملية بتبقى أسهل وأسهل التكميم بتقدر نحنا نقلل الكمية اللي المريض بيأكلها بسورة دايمة بقى بسورة دايمة مفيش بقى 6 شهور 9 شهور بتبقى البلونة صغيرة جزء صغير من المعدة يعني 20% و25 من حجم المعدة الأصلي فده خلص مش هياخد كميات كبيرة الضبط وكمان الجزء الولوي اللي بنشيله من المعدة اللي هو الفانتس دا بيطلع الهومون تعالجوه اللي هو اسمه هومون الجيلين هو أي نعم بيطلع من أماكن تانية من الجسم بس هو المركز الرئيسي بتاعه المعدة الجزء العلوي من المعدة اه فبعد ما بنشيل الجزء داوة الاحساس الجوء عند المريض بيقل بيبقى موجود بس بيقل نتيجة تكميل مادة بتبقى كم كيلو مثلا هي عايزة 25 كيلو اه تنفعها جدا طبعا بتنزل بتنزل اه تنفعها